السيناريو الأكثر رعباً لسكان الأرض توقعه كمبيوتر عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي فائق السرعة وفق تجربة حديثة حيث توقع فناء البشرية بعد ضربة ثلاثية للأرض تقود الأرض لنهايتها هل توقع موعد يوم القيامة؟ بالإضافة إلى الدراسة الأحدث التي توقعت فناء البشرية نشرت مجلة نيتشر جيو ساينس دراسة تنبأتها الأخرى باحتمالية وقوع مزيجاً من الأضرار على كوكب الأرض التي لا تعد إلا مقدمة لنهاية العالم بما في ذلك نقص الإمدادات الغذائية وارتفاع منسوب مياه البحار بالإضافة إلى زيادة حرارة مناطق معينة من الكوكب بدرجة لا تسمح بالعيش فيها وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انقراض جميع الثديات تقريباً بما في ذلك البشر نماذج الكمبيوتر العملاق قدمت تنبؤات مقلقة للبشرية تشير إلى أن القرات ستصطدم ببعضها بعضاً لتشكل قارة عملاقة واحدة خلال المائتين وخمسين مليون سنة المقبلة وأكد الدكتور أليكزندر فرنسورث من جامعة بريستول إن هذا الاندماج سيتكون معه قارة جديدة تعرف باسم بانجيا التيما لافتاً إلى أن هذه القارة ستكون شديدة الحرارة والجفاف وغير صالحة للسكن إلى حد كبير ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تظهر التوقعات أن هذه القارة العملاقة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة العالمية التي قد تتراوح ما بين أربعين وخمسين درجة مئوية ما يجعل البيئة غير مرحبة بالبشرية وحددت الدراسة الجديدة لثلاثة عامر رئيسية لزيادة الحرارة على كوكب الأرض وهم التأثير القري الذي يحد من الرطوبة والتبريد والشمس الأكثر السخونة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة نتيجة للثورات البركانية الأكثر تكرارا وأكد العالم من جامعة بريستول أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة على سطح كوكب الأرض سيكون هناك تأثير مدمر لتكوين القارة العملاقة سيقلل من قدرة الثديات بما في ذلك البشر على التكيف مع الحرارة المتزايدة مما قد يؤدي إلى انقراض جماعي بسبب العجز عن تبريد أجسامهم عن طريق التعرق وأكدت الدراسة التي قام بها العلماء أن الأرض ستظل ضمن المنطقة الصالحة للسكن في الكون للمائتين وخمسين مليون سنة المقبلة إلا أن الظروف البيئية القاسية التي ستنتج عن هذه التحولات الجيولوجية ستجعل الحياة صعبة إن لم تكن مستحيلة وذلك على معظم أجزاء الكوكب وبالتالي يحين موعد نهاية البشرية وتصل لنهايتها على وجه الكرة الأرضية لتحدد هذه الدراسة موعد نهاية العالم كأن يوم القيامة قد حان أوانا وأن البشر ستكتب نهايتهم لتكون درجة الحرارة على كوكب الأرض كأن الشمس فوق الرؤوس فهل تحدث أهوال يوم القيامة على الأرض بالموعد الذي حدده الذكاء الاصطناعي وفق تحليل الظواهر المناخية الأخيرة التي تضرب الأرض